سيد الحمودة يتكلم عن العدالة انا او اكد واسمن وزيد على هذا ان انا محتاج قانون عدم التمييز انا مشكلتي ايه الكنية اساسية معروفة جدا انا اعرف ان ده كل الدرسات يعني النهاردة لا انا بس استغرب من قاسم استغرب من قاسم قاسم في فكرة كيف وده كلام بيدرسه عالي عرف الدكتور علي دي هلال وبدرسه للطلبة الزا ما بيجوش في الحزب ان البنية الاساسية ان البنية السياسية لفكرة العدالة والفكرة الحريات هي الاساسة الديمقراطية ولاسة الانتخابات يعني قبل ما تروح تعمل الانتخابات انا عايز بنية القانون تديني بنية الاساسية يعني كيف يمكن بالله عليك ان يأتي يوم نصف فيك يعني نشوف نظام ووصفه في يوم الايام بانه دكتاتوري ثم يأتي نظام يوصف بانه ديمقراطي النظام الديمقراطي بقى فيه طائفية وفيه عدم عدالة وفيه كل ده وحين نظام الديكتاتوري ما بيجوش ده خالص كيف يمكن ده لانك انت تتحدث عن شكل اشكال وديه لسي قضية الانتخابات القضية الاساسية هي قضية بنية سياسية حقيقية اللي هي بنية القانون بنية الحريات العامة بنية المساواة الاجتماعية بنية المواطنة هي دي الاساس اذا وصلت لانك انت تقولي فيه ملفات دلوقتي والله مع احترام الشديد لانا ارجو انك انت يمكن حضرتك تتذكر ان احنا كنا اول فرده بان فتحنا الملفات فتحناها الملفات مفتوحة او سعادة هو اختيار التوقيت مهم جدا لكن هو السؤال اللي احنا وقفين قدامه التوقيت ما بيجيش لا تقول جا لا دايما انت تقولي ما بيجيش احنا بقالنا من ايام العطيفي ما لفتلو من ايامنا واتيام وسبعين اختلف عنك في حاجة انا عندي امل في بكرة دايما وبركز على بكرة دايما انت ما عندي جيش امل اش عارفا دايما عندي رغبة حقيقية في ان انا اقول امكانين تلحل قائمة والوقت جاه احنا قلنا مواطنة وحطناها في الدستور لكن ظلت معلقة تقمر في السماء لا يريد ان يتنزل عن الارض ولا انا استطيع ان نقص إليه انت لا تتنزل لابد من تجليس معنى المواطنة في قانون عدم التمييز وفي المناهج وفي المدارس تعلن عدم التمييز ده مهم جدا لان انا ببقولش ايبط ومسيك ايبط ومسيك خالص انا باتكلم عن رجل وامرأة بتكلم عن مساواة الوظائف مساواة ده فيه وظائف في مصر بتتكلم عن الاصل الاجتماعي ده شيء ملعب ومقير فإذا عدم التمييز مهم جدا النقطة اللي انا شايفها ومتأكد منها انت قلت كلام مهم جدا ان الغضب القفتي يبحث عن الحكومة للفيزيحكونا احنا كنا مع السيد رئيس الوزراء النهار في اجتماع مع رؤوسات عدد روحة القومية ورؤوسات مجالسة الغدراء الرجل الشديد ممنازل التمييز احنا مجناش مهتفين بس على فكرة التمييز عندكم انتوا لما عدتم معها اتغديتوا احنا لما عدنا اتغديتوا عشان احنا طولنا بس شوية عشان كله غضبانين غضبانين فستوعب الغضب يعني عايز داخلنا لأن الرئيس الحكومة شديد التأثر بما جرى بيبحث عن اجندة حقيقية لتمكين او اللي عمل نوع من عدم التمييز بالمجتمع بيبحث معانا وهيبحث معاكو ويبحث مع كل الناس وبيعقوا ناوي عنده اجندة من اللقاءات مع وجهاء الاقباط ووجهاء المسلمين ومع ناس كما الاجندة موجودة احنا لده هنبحث معلش 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 شوفي اللي عندما تكون الازمة على هذا المستوى لابد ان يكون الحل دقيق نحن نعمل تحت ضغط الازمة دا يعني 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 لما تكون الازمة حاكمة حاكمة يصعب جدا اتخاذ قرارات سريعة وإلا تؤدي لبتائج عكسية يعني مثلا على سبيل الدساء الشباب القبط غاضب احنا قلنا ايه؟ قلنا البابا الشنودة يضم ولاده تحت جناحه لان الغضب في حالة الامفلاته يؤدي لمشاكل اقدر اذا لم نصادر على حق الغضب لكن نصادر على التفلط والامفلات دي نقطة ثانية مهمة نقطة ثانية مهمة اذا كان الشباب القبطي غاضب فانا غاضب والشباب المسلم غاضب وغاضب لغضبهم وخيف عليهم وبيحاولوا ضموه تفنحهم يا أستاذ حمدي الشباب القبطي غاضب لانه يشعر انه بدون هذا الغضب لن يستمع إليه أحد وحنعمل الحفلات دي ونقض مع بعض نقطة مهمة الأستاذ عادل بيقول الأستاذ عادل بيقول ان العيد البلاد النهاردة تم تحت السيطرة الأمنية اعتقد من الظرف يحتم هذا لكن هو السؤال العيد الجاي يبقى هنا العيد الجاي يبقى هنا ويبقى الساحة كلها مليانة والعربية بتقصى وتقدر بتوصل للكالتراكسة ولا الدنيا حكنادة فالإعلام ينمى ماشا ما ننسى الأزمة التي حدثت لا يمكن تجاوزها بالمنطق الطبيعي لتجاوز الأزمات في مصر الأزمة قصية عنيفة هزت كل بيت مسلم مسيحي جرحت كل شاب قبطي جرحت كل شاب مسلم انت النهاردة قاعد بتحوط على شاب دولت عشان ما تشعلش النار انا عايز اقول ايه انه العمل السياسي باختصار شديد جدا بيأتي اهمة من تصورك للواقع او من دروس التاريخ التاريخ مش علم الأحداث الميتة إنما علم الأحداث يمكن استفادة منها رغم اختلاف القياس وأرجو أن أتذكر أنه في سنة 16 و 17 و 18 كانت نصر تعاني من هذه الأزمة بالتحوط وكان ما يطلق عليه فتنة طائفية حد جدا وكان ما يطلق عليه بقابات المهجر كانوا موجودين في الدولة برضو المؤسلة لكن كان في بريطانيا نعم مؤتمرات والحاجات جدا لما جيس عادة زغلول جيدة تجيه بخلفية محمد عبدو فيما يسمى بالإصلاح الديني الخطاب ديني اللي هو محمد عبدو النهاردة كل الطائرات الوهابية تعتبروا كافر وملحب دبالك وكل الطائرات السلفية في الفضايات اللي احنا شتمنا عشان قلنا إنها ضد ده هي نفسها بتعتبروا كافر لما جيس عادة زغلول حصل الشعار على القضية الوطنية الهلال والصليب حصل ايه بعد كده؟ هزي الثورة الليبرالية انتهت بدستور 23 ثم انتهت بايه؟ انتهت بحرية الصحافة وحرية الاعلام وانتهت بتداول السلطة من خلال انتخابات الحكومة حتى لو هزي الانتخابات شابهة بعض التزوين ثم جاء بعد كده طلعت حرب على مناخ الليبرال يعمل لقصاد انت قلبت المسألة خليت العربية قدام الحصاد بدأت باقتصاد ونسيت الحريات بدأت بيه بخصقصة ونسيت حقوق المواطن حتى لو عادت تكلمني على حقوق المواطن وعلى عدالة الاجتماعية اذا انت عندك موديل عندك كارتيريا عندك برنامج واضح جدا من الراف التاريخ وبقول لكم في متعصبين مسلمين وفي متعصبين مسيحيين ولكن المتعصب المسلم لا يمثل اتجاه المسلمين أبدا والمتعصب المسيحي لا يمثل اتجاه المسيحيين أبدا كل دول شواز ونحن نفخر والحمد لله بأن بلدنا ليست فيها طائفية او تعصب او انتصام اللي بتكلم عليه حوادث فردية بسيطة ولكن زي ما بقول احنا عايزين الكمال وعشان كده انا بتكلم عليه بوضوع وبتكلم عليه بصراحة شو في الكمال كميل انت بقى عايزين ده كلام الرئيس عبد الناصر عايزين الكمال وعايزين الوحدة الوطنية اللي بنيت بالدم سنة 19 وقبل سنة 19 تدعم وتقوى وعايزين كل واحد في بلدنا يثق بنفسه ويثق ان البلد بلده بلد المسلم وبلد المسيحه مية في المية كل واحد فينا اه ما هو اصل الكلام اللي مكمله ان المجتمع ده لا حينظر للدين وحينظر للاخلاق وللانتاج فكرة الوطن انا انا اسألك سؤال انا لو انت اي لو جبت هؤلاء الناس اللي موجودين هنا فيهم مسيحة ومسلم تقدر تعرف بالشكل مين المسيحة ومسلم لا خلق تقدر تعرف من الاكل يعني فيه اكل مسيحة واكل مسلم انا عايز احط بس حد تاني انا روحت مرة دير ماري ميناء دير ماري ميناء هو موجود فيه جوتمان الانبا كيرولوس الاسس انا دخلت سيدنا الحسين في الحتة دي نفس الزخارج الخشبية ورا الجثمان والناس حطوا بيها على الان بتتبرك بيه وانت خارج بيدو لك حتة من توبه زي ما بتخرج من سادسة زي ما بتخرج من سادسة موالد المسيحة يعني كل موالد كلام ده كلام لا انا عايز للازمة اللي زي دي الازمة اللي زي دي بتجلي ما هو مسكون في الوجدان المصري المسكون في الوجدان المصري ان انا كنت في مدرسة منوف الابتدائية كويس وكافة حب الكنيسة وما زلت اذكر الحج احمد البهني من درسة دغوة عربية ود وهو بيخلي فاصلي يتبقى لكل نقل اجازة يوم الحد عشان الكنيسة يصلوا يخلي فاصلي يجي يوم الحد عشان ليه بدأ مع عم مخايل ننظف الكنيسة وندق المقوس انا ليه قاعدين تكلم على التاريخي خلينا بس نبوست البكرة ونشوف انا بكلمك على فكرة ايه فكرة ان انا لما اتذكر ده وكل زملاتي اللي كتبوا في الجرائد على اختلاف انواحها تذكروا فصول من علاقتهم البديعة مع الاقبار ده معناها ايه؟ ان انت بتشين كل الجفوة ده ما بطلعش بيه بيطلع هيطلع هيطلع بتشين الجفوة دي بتنضع نقطة مهمة جدا وهي ان الشباب هو اللي غاضر لان الشباب اللي هو من 18 ل 28 اتعرض لنا في الموقع خلال العشر خمس وشر سنة دول او العشرين سهل اللي فاتت دول لما تلع فيهم هذا الهيل تلع وست احتقام مرعب جدا بسط فضائيات انت شايفها بسط انت انت شايفها بسطو زعادل انت النهاردة انت دخلت على الفيسبوك يا سوز عادل وعلى انترنت وعلى المدونات تحولت بين عشيات وضحاها للهلال والصليف وشوف الحكايات اللي هي بتتحكي وشوف اللي عال بيحضونه بعض في الفضاء الابطرابي زي ما احنا كنا بنحضن بعض في الفضاء الواقعي خلونا ننظر اه على الواقعي تعالى بقى حول ده كله وغير ده كله وشاهل ده كله لصالح اسمه واحد بس من ثلاث حروب مصر حلونا ننظر للمستقبل كيف وهي كلمات اخيرة كيف يعني نستغل هذه اللحظة الفارقة واحيانا اللحظات فارقة في حياة الوطن بتكون فارقة يعني بتكون اما لحظة نستطيع ان نعبر بها للمستقبل او راح زباب صراحة بنرجع فيها وما نقدرش نقوم كيف نستغل هذه اللحظة الفارقة الى مستقبل افضل بتزعادلو كلمات اخيرة وهذا ما قلتلك هو انك انت عليك بدي امانش جدا تعيدي البنية الاقتصادية البنية السياسية للمؤسسة للمجتمع ازاي خضية الحريات زي خضية القانون زي خضية العدالة وانك عليك ان تحمي ذلك وانه ما عندكش اي ضيب تمييز لا تمييز بيننا انك انت في السلطة تعيدنا انا حروبك حيبقى ده ملاب هتكامل فيه ما انتهناش من عارضة وما انتهناش من موضوع صاحبي وبقى مشروعنا كلنا لصالح هذا الوطن لصالح التلات فوق مصر سؤال بقى الحقيقة بقى الساس خايلة احنا قلنا وكل الكلام ده تقال بقى انا عشرة سيون بتقول واللي كتب على الدولة المدنية واللي كتب واللي كتب واللي كتب واللي كتب واللي كتب واللي تقال ان مصر لان تكون فيها كارثة الا بسبب طائفية ليس بسبب ازمة قصادية ولا بسبب ازمة سياسية كتب وتكلموا عن الفوضى كل ده بعدنا 15 سنة بنكتب ما حدش بيسمع المطلوب ان اسمع بكرة في المستعدة ايه انا لها من لكتب ولها من لاليا لان عندما تكتب لصحيفة الوطن وتقرأ في صحيفة الوطن فانت تقوم بواجب تجاه الوطن قانون عدم التمييز العدالة جنب الحرية كل دي اشياء مهمة جدا انا مش عايز القانون يطلع النهاردة على فيه مطلبين بينقالوا بناء الكنيس وقانون العبادة وقانون بناء دور العبادة والعبادة ولا زالك دايمة دولة مش كتاية انا عايز عدم التمييز عدم التمييز اشمع عام اما اذا كان اشستاري هو جملة واحدة هي سطر واحدة هو جملة واحدة دايما تتقالت ما تكوش تلاقيها في كل المؤسسات اللي في العالم كلها اذا كنت جزي من المشكلة فليمكن تكون جزي من الحال التمييز على اللي عمل من المشكلة بنشيبه غيره وميحلوه بنشكركم نشكركم شكرا جزيلا كل سنة وانتو طيبين فقرة قادمة اخرى مع زملاء اخرين لحظات فريقة في عمر الوطن اما ان نستغلها فننظر الى المستقبل وننطلق الى المستقبل او نبقى اماكننا او نسقط في البخ الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة